اولادي وبناتي طالب الطالبات اهلا بكم. النهاردة هناخد مع بعض كونسبت نمبر تو في يونة تو. الكونسبت ده بعنوان يعني ازاي ممكن اوصف وقيس الماتر بتاعتي. تعالوا نشوف مع بعض الليسن بتاعنا بتكون نكلم عن ايه. اول عندنا واول عنوان بيقول لي يعني سقف على حسب نوع الجو اللي موجود فيه البيت بتاعنا. يعني ايه الكلام ده? هو الاول يعني سقف البيت. مهم لنا في ايه? هو يعني بيحمي البيت بتاعنا من انه تدخله الامطار او التلج او اه التراب او الحيوانات انها تدخله جوه البيت بتاعنا. دي اهمية الروف. طيب الروف بتاعنا او سقف البيت بتاعنا بيتبني من معينة. الماتيريالز دي انا بخترها على حسب ايه? الكلايمت. الكلايمت يعني المناخ. يبقى في بيئة او في هابيتات الكلايمت بتاعها شكله ايه? انا بختار الماتيريال ازاي? لو رحت للديزرد. الديزرد هلاقي ان البيوت فيها بتبقى الروف بتاعها بيتعامل من ماتيريال هي عبارة عن او الاحجار القوية او الطين. لان دي مناسبة للكلايمت بتاع الديزرد. وكمان لو بسيتوا في الصورة هتلاقوا ان الروف بتاعنا الدزاين بتاعه او شكله بيبقى يعني مسطح زي سفح الترابيزة بتاعتنا كده. طب ليه? اصلي التصميم ده ونوع الماتيريال دي يعني هتحمي البيت اللي مبني في الصحراء من الغبار اللي هي الاتربة. لان طبعا فيها فيها رياح شديدة بتفضل كل شوية تجيب التراب والغبار دوت على البيوت فعشان كده بيعملوها من وبيخلوا السطح بتاعها بيكون طب لو انا يعني مكان بارد او فيه تلج. فاكرين اللي كنا بقول لها شجرة الكريسماس لما كنا بقول لها شكل تريانجلر ليه? قلت عشان اللي سنو لما بيقع عليها ويلاقيها بالشكل ده هيعمل ايه? هيتزحلق ويقع التلج من غير ما يكسر بتاعت الايه الشجرة. نفس الكلام انا دلوقتي في مكان فيه تلج. فهعمل ايه? هخلي يعني المادة اللي يصنع منها الروف او بلاط السراميك. وهخليها يعني ميلة. ميلة ليه? عشان لما يجي اللي سنو يعمل ده وانو يقع عليها السراميك هيبقى ناعم سموس هيزحلقه. ويخلي اه الشكل الميل ده يخلي التلج ما يتراكمشي فوق اه البيوت كتير. ويلا كنت هلاقي لو هو كان فلات زي كنت هلاقيه عمل فوقيه تلج كتير جدا عمل بيت تاني فوقيه من التلج. خلاص يبقى بيبقى الماتيريال بتاعتي من السيراميك بريكس وبتكون شكل او بتاع الروف يكون يعني ميل. ليه? دي هيت من اللي بتقع عليها. طيب لو رحت اللي هي الغابات المطيرة يعني بتمطر على طول. يعني معنى كده. انا عايزة المطرة تقع من فوق السطح او السقف بتاع البيت. يبقى خلي ميل ولا فلات? اكيد طبعا لازم يكون طب الماتيريا اللي اللي هصنع منها الروف هتكون ايه? هتكون من اللييفز والليستيك. اللي هي ورق الشجر والليستيك اللي هي العسيان اللي هي زي الفروع بتاعت الاخصام بتاعت الشجرة. زي ما انتم شايفين كده البيوت اللي موجودة في شايفين شكلها. طيب يبقى احنا بنعملها من اللييفز والليستيك وبتكون سلانتد اور انكلايند ليه? عشان الريم بتمطر باستمرار وكمان دي غابة يعني فيها يبقى كمان دي من الانيمالز. نيجي لتاني جزء اللي قلناه قبل كده قلت لكم قبل كده اني فيه اقدر ان انا اقسها. والتولز اللي بستخدمها يعني الادوات اللي بستخدمها عشان اعمل بها اسمها يبقى يعني 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 طب انا ليه اصلا محتاج اعمل يعني عشان احدد الاستخدام الافضل والامثل والاستخدام الصح يعني استخدمها صح بتاع الماتر ده ما استخدمش الماتر كده وخلاص لازم عارف استخدمها ازاي لازم يكون ليها معينة بحتاجها في ايه في اختيار الماده بتاعتي طيب اللانس لو عايزه اقيس طول حاجه هيسهب ايه قلنا بالرولر ايه تاب اللي هي دي طيب لو عندي الفوليوم يعني قلنا اللي بتاخده الماتر طب الفوليوم ده بقيسه بايه لو عندي مسلا ملك او اي حاجه هيسهب ايه بميجورنج كب او بسيلندر دي بتبقى كباية او السيلندر بتبقى زي الانبوبة وعليها تدريج اركم علشان اقدر اعرف الفوليوم بالزبط اللي انا هستخدمه يبقى ده اسمه بتقيس طب لو بتاعتي اللي انا هاسهب كانت ماس يبقى البروبرتي دي اللي هي القتلة هيسهب ايه بالبالانس اللي هو الميزان او بقول عليه سكيل يا اما ميزان اما بقول عليه بالانس او بقول عليه سكيل اللي اتنين معناها ميزان طيب لو هي درجة الحرارة هيسهب ايه طبعا بالسيرمومتر والسيرمومتر اللي طبعا في منها اشكال وانواع مختلفة يبقى احنا كده عارفنا ايه البروبرتس اللي ممكن نعمل لها و ايه الطول اللي بقيس بيها البروبرتس دي هي طيب البروبرتس بتاعت المتر بتاعتي كتير جدا بس انا هصنفها او هقسمها على نوعين يبقى البروبرتس او النوع بسميه او الخصائص الكيميائية تاني نوع بسميه او الخصائص الفيزيائية يعني ايه كيميكال ويعني ايه فيزيكال او الخصائص الكيميائية معناها لو انا اديتكم اي ماتر في اديكم قلتلكم هي الماتر دي فيها بروبرتي معينة ولا لا يعني قلتلكم مثلا ولنفرض حاجة زي يعني القابلية للاحتراق انا اديتكم اي ماتر في الدنيا قلتلكم هي الورقة دي لو هي ورقة مثلا هل ممكن لو ولعت فيها تحرق هتقول لي ما عرفشي انا لازم اجربها اشوف هل هيحصل فيها لما تعمل يعني هيحصل فيها تغيرات لما تتحد مع النار يعني تعمل ولا لا يبقى عمركم ما هتعرفوا البروبرتي بتاعت الماتر دي الا لما يحصل لما ايه اخليها تتحط على حاجة تانية فبقول ان البروبرتي اللي ما عرفش احددها غير باللي بقول عليها كيميكال بروبرتيز يعني بروبرتيز اقدر اني احددها ولاحظها اوقسها في حالة واحدة بس ايه هي لما يحصل يحصل تغيرات التغيرات دي هابنس امتا بتحصل امتا طب ايه الكيميكال بروبرتيز اللي ممكن تكون في الماده بتاعتي ممكن يعني القابلية للاشتراق يعني هخليها تعمل مع النار لو اتغيرت لو حصل فيها يبقى عندها يعني ايه حصل فيها بتاعتنا الورق لما بنيجي نعمل له بيرن بيحصل له ايه بيتحول لحاجة كده الحاجة دي عاملة زي الرماد او اللي هي بنقول عليها اش اش حاجة كده ايه لو جيت دست عليها بعد ما تحرق حسها عاملة زي التراب النعم هل التراب النعم ده مازال بيبر ورقة لأ طبعا ده بقى حاجة تانيه خالص ما دام اتغيرت خالص وبقت مده تانيه ما بقيتش هي الورقه بتاعتي تغير لونها وشكلها وتغير حتى نوع المده بتاعتي ما بقيتش ورقه بقت مده مختلفه في الحالة بقول ان البروبرتي دي اسمها في حاجة تانية اسمها ديいうこと من البروبر بتاعه الماتر طب يعني يعني القابلية للصدق انها تصدي هان لو جبت لكم متى وزفق ديكم وقولكم مين فيهم بتصدي ومين ما بتصديش هتقولولي ايه هتقول لي ما نعرفشي لازم اعمل لها الاول اعمل لها تجربة يعني اعمل لها يعني اعمل لها حاكتين والووتر هابل لها بالمية الاول واعدين اسيبها في الهوى شوية لو بعد كم يوم لقيتها كونت اللي هي الطبقة اللي لونها دي اللي بتتكون عليها يبقى حصل فيها بعد ما عملت يبقى مدام حصل فيها بعد ما عملت يبقى يبقى القابلية للصدق هل البلاستيك بيصدي لأ اما ليه بيصدي المصامير الحديد طب احنا عارفنا منين لما شفنا البلاستيك لما بيتبله ويتساف في الهوى ما بيصديش لكن الحديد لما بيتبله ويتساف في الهوى بيصدي يبقى زي وزي ودي شرطها اني باعرف اعملها او لما يحصل لها طب دي كده اما الايه بقى الفيزيكال اي في الدنيا لاي ماتر اقدر اعرفها بتوعي فاكرين لما قلنا ان احنا عندنا في السنة اللي فاتت اللي هما كانوا قلنا في عندنا خمس حواس زي زي اه التيست وزي زي كل دي سنسز لينا اي مادة تقدروا تعرفوا بتاعتها بتاعتكم بقول ان دي الخاصية دي هي زي ايه زي هل عشان نعرف بتاعت انا محتاج ان اعمل لها او اخليها تعمل مع حاجة لا هل محتاج اغيرها اعمل فيها تعمل لونها برضو لا ده بعناي بالصايت بتاعتي صايت يعني بالرؤية بالايه بالنظر يبقى الكلور الريحة الشكل التكشور الملمس لو اي خاصية من دول البروبرتز دي بعرفها بايه بالفايف سنسز يبقى مدام هي بروبرتز تبقى دي نوعها ايه فايزيكال بروبرتز يعني مسلا لو جبتلكم صولت وجبتلكم شوجر الصولت والشوجر تقدروا تميزوا يعني ما بينهم هل عن طريق الكلور هتقولولي لأ طبعا الاتنين دول الكلور بتاعهم طب انتو عرفتوا ازاي اصلا ان الكلور وايت بعنايه يبقى الكلور دي ايه فايزيكال بروبرتز طب عايزين نعرف مين فيهم الشوجر ومين فيهم الصولت هتقولولي انا هدقها هعمل لها تيست يبقى بالتيست عرفت ان اللي طعمها حلو هي الشوجر واللي طعمها مالح هي الصولت يعني قدرتوا تتعرفوا عليها بالسنسز بتاعتكم يبقى التيست ده ايه ده بيبقى بروبرتز ليه اصلي عرفتها بالساني قدرت ادقها فقدرت اتعرف على المطار بتاعتي يبقى الصولت والشوجر هم ليهم زا سيم كالر بس اقدر افرق ما بينهم عن طريق وطبعا ليهم بس الاودور ما بينهم خفيفة قوي يعني صعب ان نحددها شوية هم ليهم بس مقدرش اميز قوي ما بينهم بالاودور بقدر اميز ما بينهم بالتيست دي اكتر حاجة تميز ما بين دول طيب هل في طريقة تانية قدر اميز فيها يعني بخصائص فيزيائية طبعا لو استخدمت حاجة زي عارفين اللي هي العدسة المكبرة دي اقدر اعمل بيها ايه اقدر اعمل بيها يعني بتاع المادة بتاعتي يعني ايه مش انت لو بصيته للسكر هتلاقوا عبارة عن حبيبات صغيرة انتو بتشوها كيوبس كده صغيرة خالص طب انا عايزة ابص على الكيوبس دي عشان اعرف هي صولت ولا شوجر او فلور او دي ايه مهم التلاتة لونهم وايت لونهم ابيض هميز ما بينهم ازاي همسك بتاعتي وقربها كده من بتاعي هلاقي ان بتاعته زي الصورة دي شايفينها لكن الشجر بتاعته يعني الخبيبات او البلورات بتاعته او اللي هي بتاعته بتبقى كبيرة شوية يبقى بتاعته تبقى لكن بتاعت الشوجر امال الفلور اعرفه ازاي هلاقي بتاعتها يعني صغيرة جدا 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 عمنا زي النقطة كده مش اشوفها زي بتاعت الشوجر والايه والسولت يبقى انا كده قدرت عن طريق او الكريستل اني اميز او اعمل اه بتوين والسولت والفلور يبقى انا دلوقتي لو عندي مادة مش معروفة هي اسمها ايه ولا هي مين اقدر افرق ما بينها او اقدر ان انا اعمل لها اتعرف عليها ازاي عن طريق ان انا اعمل يعني اعرف اكتر من خاصية فيزيائية عنها يعني لو قلت لكم هي حاجة هتقوله هي احتمال يا شوجر يا صولت يا فلور طيب انا كده قلت لكم واحدة طب لو قلت لكم كمان اني طعمها مالح هتقول ليه بس عرفناها هي الصولت يبقى لما قلت لكم قدرتوا تعملوا للانون مطر اللي انا اديتها لكم يعني للمادة اللي ما قلت لكم ش هي مين اللي مش معروفة تمام يا ولاد يبقى احنا اخدنا ان انا عندي بعرفها لما يحصل بس لما تعمل لكن بعرفها بالكفية عليكم كده لحد النهاردة نتقابل ان شاء الله في الفيديو القادم عشان نكمل الدرس مع السلامة حباب قلبي في القرى وذهبوا اسoka متهى والدى اللون شيء